الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه نصيحة أوجهها لإخواننا الذين نزح إليهم إخواننا نصيحة أوجهها لإخواننا الذين نزح إليهم إخواننا أذكرهم وأذكر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنا أقول هذا الكلام وأنتم أهل لهذا الكرم وهذه الضيافة أنتم أهل لهذا بارك الله فيكم لكن أذكروا نفسي وإياكم بارك الله فيكم ارحموا إخوانكم الذين جاءوكم مستضعفين وقد أخرجوا من ديارهم ظلما وعدوانا ارحموهم يرحمكم الله ارحموهم يرحمكم الله لا ترفعوا عليهم أجار البيوت فالغلاء أخذ منهم كل ما أخذ والله يا إخوان تكلمت مع بعض الإخوة في الداخل فأخذت أتدارس معه أوضاع الداخل وسألته عن طعام الإخوة وشرابهم هل يأكلون الفواكه فقال لي مثل ماذا فذقت له التفاح والموز والله يا إخوان تدون ماذا قال لي قال لي هذا بالنسبة لنا أصبح حرما أصبح حرما سبحان الله سبحان الله فيا أيها الإخوة ارحموا إخوانكم بارك الله فيكم تراحموا فيما بينكم يرحمكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات أيام قليلة بإذن الله عز وجل وتنقضي بإذن الله عز وجل ويعود كل من نزح إلى بيته معززا مكرما نسأل الله ذلك نسأل الله ذلك فاصفروا على إخوانكم وأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة جميعا أن نتقل لها في بعض الإخوة الذين قد يخطئون ويتكلمون بكلام قد يكون خرج في ساعة غضب أن لا نعلق عليهم وأن لا ننشر أخطاءهم يجب علينا أن نستور على بعضنا البعض أيها الإخوة من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة فكلنا بشر كلنا بشر وقد يغضب صاحب أرض وقد يغضب صاحب سيارة قد يغضب صاحب ملك فما ينبغي لنا أن نشهر بمن أخطأ أيها الإخوة بل يجب علينا أن نتناصح في الله عز وجل فنحن إخوة والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمصر أخاك ظالما أو مظلوما ظالما أو مظلوما فالظالم كيف ننصره؟ ننصره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن نشد على يديه وأن نأخذ على يديه لكن إخواني برفق وليل ونصح وأن تكون محبتنا لأن يعود إلى الحق أحب إلينا أن يبقى في باطله ولا يجوز لنا أن نشهر بإخواننا وإن أخطأوا فلنتناصح ولنتراحم أسأل الله عز وجل أن يرحمنا اللهم آمين اللهم آمين بارك الله فيكم جميعا وأسأل الله عز وجل أن يردكم معززين مكرلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته